موسيقى أسعد الله مساءكم مشاهدين و أهلا بكم في نشرة مفصلة لأهم الأنباء و هذه عنوينها موسيقى محافظ عدن يدعو إلى تكاتف الجميع لتوفير الخدمات للمواطنين و احتفاء رسمي و شعبي بقدومه موسيقى مجزرة التواهب عدن قبل عامين لن تسقط بالتقادم و حقوق الإنسان تتوعد مرتكبيها بالعقاب العادل موسيقى ميليشيا الحوثي و المخلوع صالح تشن قصفا هستريا على خياء مقتضى بالسكان في تعز و جمعية معاذ تخرج 120 حافظا و حافظة بالقراءة السمع حياكم الله أكد رئيس الوزراء أحمد بن دغر أن انقلاب ميليشيا الحوثي و المخلوع صالح يشكل خطرا على أمن و استقرار المنطقة العربية و الملاحة الدولية و أشار خلال لقاء في رياض سفيرة مصر لدى اليمن يوسف الشرقاوي إلى أن انقلاب من الميليشيات محاولة لعادة اليمن إلى الوراء و تحديدا إلى نظام الإمامة الذي كان قائما في اليمن قبل قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر و ألفت بن دغر الانتباه إلى اقتراب استكمال إنهاء الانقلاب و مشروع إيران عبر وكلائها في اليمن إلى الأبد و من جهته جدد السفير المصري التأكيد على دعم بلاده الكامل للحكومة الشرعية و حرصها على عودة الأمن و الاستقرار في اليمن بموجب مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها وصل محافظ عدن عبدالعزيز المفلح اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرته أعمال منصبه الجديد و ذلك بعد مضي نحو عشرة أيام على صدور قرار رئاسي بتعينه محافظا خلفا لعيدروس الزبيدي و حظي المحافظ المفلح باستقبال رسمي و شعبي كبيرين لدى وصوله و كان في استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لواء حسين عرب و عدد من الوزراء و مسؤولون عسكريون و أمنيون و مدنيون و آلاف المحتشدين من السكان هذا و من المقرر أن يصل رئيس الحكومة دكتور أحمد بن دغر و عدد من الوزراء في الحكومة غدا الأحد إلى مدينة عدن و بحسب مصادر حكومية سيفتتح رئيس الحكومة و المحافظة المفلح المحطة القطرية لإنتاج الطاقة بستين ميجاوات أكد محافظ عدن عبد العزيز المفلحي على تكاتف جهود الجميع في السلطة المحلية لتجاوز الصعوبات التي تعيشها المحافظة وتوفير الخدمات للمواطنين واستعادة دور عدن الريادي اقتصاديا و ثقافيا و سياسيا إننا بإذن الله سنعمل يدا بيد جميعا نرفع من مستوى عدن و نعيدها إلى مجدهة و في نفس الوقت فخمت الرئيس عندما كلفني بهذه المهمة فهو يأمل أن نؤدي دورا حقيقيا في عمليات بناء مؤسسات الدولة و إحداث التنمية الفاعلة في عدن عدن تستحق الكثير منا و عدن تستحق التضحية منا فأقول نحن لك يا عدن و عدنا يا عدن و في نفس الوقت أوك شكري وتقديري لأخي عدرس بيدي لما قام في المرحلة السابقة و أقول له إنك ستظل أخا عزيزة كما كنت أخا في النضال فتتطافر الأيدي و نقف جنبا إلى جنب كالبنيان المرصوص لبناء وطننا الحبيب مهام شاقة و ملفات شائكة سيتولها محافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلح لترتيب أوضاع العاصمة المؤقتة عدم والذي بدأ مشواره العلمي في ظل آمال كبيرة بالنجاح بحكم خبرته و تجربته المزيد في التقرير التالي استقبال رسمي و شعبي لمحافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي العائد من الرياض لتولي مهامه كمحافظ لعدن خلفا للواعي دروس الزبيدي في ظل حراك و تصعيد سياسي على الأرض و مطالب شعبية بتحسين الخدمات التي أرهقت المواطن عدم محافظ عدن الجديد بعد سلسلة لقاءات أجرها مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن و السفير التركي و نائب السفير البريطاني الذين أكدوا على دعمهم له و لشرعية الرئيس هادي تاتي عودة المحافظ المفلحي لعدن بعد حشود لأنصار اللواء الزبيدي و إعلان عدن التاريخي الذي رفض قرارات الرئيس هادي الأخيرة و أعطى تفويضا لللواعي دروس الزبيدي الذي أعلن في كلمته عن بدي مرحلة جديدة و لم يحدد موقفه من المحافظ الجديد مراقبون يرون أن الهدف من قرار تعين الرئيس لمستشاره المفلحي محافظا لعدن جاء من أجل ردم الهوة بين السلطة المحلية و الرئاسة و حلحلة المشكلات الخدمية و الأمنية في العاصمة المؤقتة و الدفع بإنجاز مشروع اليمن الاتحادي و التهيئة لتأسيس إقليم عدن و هو المشروع الذي يتمسك به رئيس الدولة و يصر على الموضي فيه ملفات ملحة على طاولة المحافظ الجديد أبرزها سوء الخدمات و في مقدمتها الكهرباء و يؤمل المواطنون خيرا بتعين رجلا اقتصاديا تنموي بأن يساهم في تحسن الكهرباء و يقيهم حرارة صيف يتربص بهم و يساهم في تحريك عجلة التنمية و الاقتصاد لتستعيد عدن مكانتها الطبيعية و ألقها توحد تحركات وحدات الجيش و الأمن و استعاب ما تبقى من وحدات المقاومة في العاصمة المؤقتة قضية مهمة أخرى تنتظر المفلح بالتنسيق مع الحكومة الشرعية من أجل مكافحة الإرهاب و الحد من حدوث أي تصادمات بينية بين الوحدات و افتعال حوادث خارج سلطة الدولة باسم الجيش و الأمن و المقاومة كما حدث بالأمس في حادثة إحراق مقر حزب الإصلاح بعد اقتحامه بثلاثة أطقوم عسكرية حسب حديث المتحدث الرسمي لإصلاح عدن خالد حيدان واعتبر مراقبون حادث إحراق المقر ليس استهدافا لحزب الإصلاح فحسب و إنما يمثل استهدافا للحياة السياسية و التعددية الحزبية في اليمن أكدت وزارة حقوق الإنسان أن مجزرة التواهي بعدا قبل عامين و غيرها من الجرائم و الانتهاكات لن تسقط بالتقادم و أن ميليشيا الحوثي و الصالح و قادتها سينالون العقابة العادلة و المستحق جراء مرتكبته أو مرتكبوه من جرائم مروع بحق المدنيين عاجلا أم أجلا بيان الوزارة جاء بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة التواهي التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية ضد المدنيين العزل و الذي كان أغلبهم من النساء و الأطفال أثناء محاولتهم الهروب من بطش الميليشيا بعد أن أجبرتهم على اللجوء تحت وطأة استهداف منازلهم بالقصف المدفعي و الصاروخي العشوائي للنزوح قصرا كملاذ أخير للنجاة بحياتهم ما تسبب في استشهاد ثمانية وعشرين مدنيا واثنين وعشرين مصابا و تأتي تلك الجريمة البشعة مكتملة الأركان ضد العديد من الجرائم و المجزازر الجماعية التي ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين في كل من عدن وتعز دان حزب الإصلاح في عدن أحراق مقره و صفا الحادثة بالإجرامية و قال في بيان أن جريمة أحراق المقر يعتبر أو تعبر عن عقلية إجرامية لا تختلف عن ما تقوم به ميليشيا الحوثي و الصالحة الانقلابية اعتبر الحزب هذه الجريمة ليست استهدافا للأصلاح في عدن بقدر ما هي استهداف للمشروع الوطني والمقاومة للانقلاب و الرافض لسوك الميليشيا العابثة التي أحالت الوطن إلى ساحة حرب و مسرح لعمليات القتل والإرهاب والتدمير وتشريد المواطنين و أوضح بأن هذه الجريمة نتيجة متوقعة لثقافة التحريض التي تكاد تخنق التعايش السلمي ضد الأحزاب و ضد الآخر والتي تنتهجها ثلة من الجهات المأجورة غير مدركة لطبيعة عدن المسالمة ولا لعواقب ذلك على النسيج الاجتماعي والسياسي الذي يراد له أن يخضع لصوت واحد وأكد الإصلاح بأنه سيظل حزبا وطنيا وفيا للمشروع الوطني و مقاومة للانقلاب كما سيظل داعما للرئيس هادي لإرساء دعائم اليمن الاتحادي الحر المستقر استهدفت مدفعية الجيش الوطني و المقاومة الشعبية مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في سرواح بمحافظة مأرب محققة إصابات مباشرة و أوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع الميليشيا في مناطق المطهر و وادي أنشر باتجاه المصنع و أسفل جبل الأشقري شرقية سوق سرواح و كما استهدفت تمركز الميليشيا في تبتي المراقبة و الحماجر جنوب سوق المدينة مكبدة العدو خسائر فادحة في الأرواح و العتد اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني و الميليشيات الإقلابية في جبهات ممتدة في ثلاث مديريات بمحافظة الجوف مصادر ميدانية قالت ان اشتباكات عنيفة اندلعت في مناطق اللبا والغرفة و السداع و السداح بمدرية المصلوب و في موقع صبرين بمدرية خب والشعف و جبهة مزوية شمال مدرية المتون و بحسب المصادر فإن عشرات القتلى و الجرحى سقطوا في صفوف الانقلابيين كما أصيب عدد من قوات الجيش الوطني استشهدت طفلتان بعملية قصف و قنص لميليشيا الحوثي و المخلوع صالح في مدينة تعز مصادر طبية قالت ان الطفلة ريتاج حسن محمد تبلغ من العمر ستة سنوات قتلت بطلقة اصابتها برأسها من قبل قناص الميليشيا المتمركز في منطقة الكدحة غربية تعز كما استشهدت الطفلة بيان ماهر بشضية قذيفة اطلقتها الميليشيا الانقلابية على قرية المحروس بصبر هذا وجددت ميليشيا الحوثي و المخلوع صالح قصفها العشوائي على عدد من الاحياء السكنية بمدينة تعز و قالت مصادر محلية ان الميليشيا المتمركزة في جبل يومان بالحوبان شرق المدينة شنت قصفا بقذائف الهوزر و صواريخ الكتيوشة و مضادات لطيران على احياء الضبوع السفلة و التحرير و الثورة و الدحة و حي القراشي وسط المدينة ما اسفر عن الضرار كبير في منازل و ممتلكات للمواطنين لقي عشرة من ميليشيا الحوثي و الصالح مصرعهم في مواجهة بعدة جبهات مع قوات الجيش الوطني بتعز و اوضح مصدر عسكري ان عشرة من الميليشيا قتلوا بن ايراني الجيش و المقاومة الشعبية في منطقة الزنوج و الدفاع الجوي و عدد من جبهات المدينة و بحسب المصدر فان قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة الجبيل و دار السلطان شمال شرق المخة كما حققت تقدما كبيرا باتجاه مركز مديرية موزع و اشار المصدر الى ان طائرات التحالف تمكنت من تدمير مخزن للسلاح في منطقة جسر رسيان و دوريتين محملتين بالافراد بمنطقة في جبل المهاية و محيط جنوب منطقة النجيبة هب مقاتلو المقاومة الشعبية في جبهتين موزعوا الساحة الغربي و عصفوا بمقاتلي الانقلاب واستعادوا مساحة كبيرة او كمية كبيرة من اسلحة الدولة و خلال يوم واحد راح ضحية تلك العاصفة من ميليشيا الحوثي اكثر من ستين بين قتيل وجريح تحركات بحرية وجوية للتحالف العربي صاحبها تقدم للجيش الوطني على الارض في محيط معسكر خالد و مديرية موزع احدثت خسائر فادحة للميليشيا في الارواح والمعدات اكثر من خمسة و ثلاثين غارة جوية و بحرية لمقاتلات وبوارج التحالف العربي خلال ساعات فقط استهدفت مواقع الميليشيا شرق معسكر خالد و تجمعاتهم في مركز مديرية موزع و جبل السنترال و جبل و دار السلطان و منطقة الهامل الغارة الكثيفة لطيران التحالف العربي استهدفت ايضا تعزيزات للميليشيات بمنطقة العصفورية في مفرق المخا حصيلة هذه الغارات مقتل وجرح ستين عنصرا من ميليشيا الحوثي و المخلوع و تدمير منصات صواريخ للميليشيا و مدفعين و ستة اطقم و عربات و دبابة كانت متمركزة في محيط الجبال السنترال يوم صراخ بلا صرخة عاشت الميليشيات الظلامية و قادتها ففي مديرية موزع قتل شبح ميليشيا لانقلاب و ابرز قادتها الملقب بابو علي الاعرج و عدد من مرافقه بغارة جوية دقيقة لمقاتلات التحالف استهدفت سيارة كان على متنها شرقي جسر رسيان تأتي هذه الغارات الكثيفة بعد السيطرة الكاملة لقوات الجيش الوطني على معسكر العمري في ذباب وتأمين خط امداد الجيش الوطني مستمرون في معركتنا حتى تحرير الساحل بالكامل هذا و شهدت جبهات عدة اشتباكات عنيفة تركزت في محيط جبل السلطان و شمال غرب معسكر خالد المعارك استمرها و نحن بي تحتهم دائما حتى نصل مدينة الميليشية يوم من ايام العاصفة لم يكن في حسبان الميليشيا عصف بقادتها و مقاتليها في جبهات موزع و معسكر خالد و المقاء و ستتكرر مثل هذه العاصفة كثيرا حتى النصر تستدم المعارك هنا في جبهات المخاء و استتقدم لقوات الشرائية و انتحار لبليشيا الحوثي و المقلو خاصة في جبهات الخط الساحلي و معسكر خالد عبدالعي سبحاني من شباب من الخط الساحلي بمدينة المخاء في محافظة تائز احتفت جمعية معاذة العلمية بتعزب تخرج مائة و عشرين حافظا و حافظة بالقراءة السبع مجازين بالرواية و السند المتصل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم كما قامت مهرجنا تكريبيا للفائزين بمسابقة معاذة العامة على مستوى الجمهورية و من مشاركة تسعة و عشرين الفا من حفاظ القرآن الكريم و طلاب الحلقات القرآنية النموذجية في ظل استيعاب المحافظة و محافظة مأرب للعدد الاكبر من النازحين و الكثافة الطلابية التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمدارس اتخذت السلطات المحلية في مأرب تدابير مؤقت لاستيعاب الطلبة في مدارسها ازداد عدد الاسر النازحة الى مدينة مأرب فاكتضت المدارس الحكومية و الخاصة بالطلاب حتى اصبحت لا تقوى على استقبال احد هذا الوضع بات مهددا للعملية التعليمية و لمستقبل الطلاب النازحين مما استدعى السلطة المحلية بمأرب الى فتح مدرسة خاصة بالنازحين من جميع المحافظات جاءت فكرة انشاء هذه المدرسة بسبب كثرة النازح الى هذه المحافظة محافظة مأرب و كثرة ازدحام الطلاب في المدارس الحكومية و ارتفاع اسعار الرسوم الدراسي في القطاع الخاص هذه المدرسة التي ضمت اكثر من 400 طالب تفتقر الى امكانيات كثيرة لاستمرار العملية التعليمية فيها بينما يحتاج النازحين الى افتتاح مثيلات لها في جميع الاحياء السكنية بمدينة مأرب كي يلتحق بها من حرم التعليم في بلادهم بسبب الحرب تجراء العملية التعليمية في مدرسة بلقيس كأي مدرسة حكومية او مدرسة اهلية من الخارج لكن اضطرنا ان تكون مسائية لعدم وجود مكان يمنح النازحين او لعدم وجود مكان خاص لهم لذلك تعاونوا مع مكتب التربية والتعليم لوجود المدرسة الحكومية الاكار المنحرفة تهديم ولا تبني لذلك يخوض التربويون معركة فكرية اهم من المعركة الحاصلة بسبب العقليات المتخلفة والتي اعماها ظلام الجهل محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب 40 مدرسة في شبوة كرمت 35 من المعلمين والتربويين في فعالية اقيمت في مدرية عين التي تم تحريرها من الميليشيا الانقلابية هنا مدرية عين شمالية محافظة شبوة وهي احدى مدريات وادي بيحان الثلاث قبل عامين تقريبا لم يكن في وسع هؤلاء الفتية التغني بالوطن لان ميليشيا الانقلاب عن الوطن كانت هنا اما اليوم فالكل بمقتوره ان يتذوق طعم الحرية وفي هذا المكان تحتفي 40 مدرسة اساسية وثانوية وتكرم خمسة وثلاثين شخصا بينهم معلمون واداريون وتربويون قدامى بمناسبة يوم المعلم احنا اليوم جمعنا حافل تكريمي التربويين والمعلمين والمعلمات في مدينة عين مناسبة يوم المعلم تكريمي في حوالي 33 معلم ومعلمة والتربويين القدامى استطاعت مدرية عين ان تقف على قدميها وتعود الحياة فيها الى مجراها فتسنى لها الاحتفال لكن جارتيها بيحان وعسيلان لم تستطيعا الى ذلك سبيلا فهما لا تزالان في يد الانقلابيين الذين اغلقوا بعض المدارس فيهما او اضطروا هما للاغلاق على هامش الحفل وزع مكتب التربية بالمديرية 600 حقيبة مدرسية دعما من منظمة اليونسف لاطفال المديرية وكانت ميليشياء الحوثي والمخلوع الانقلابية قد احتلت مديرية عين في 29 من مارس 2014 لكنها تحررت منها في 19 من مارس 2016 اي بعد عام كامل من الاحتلال عدنى المنصوري لقناة يمن شباب من محافظة شبوة ختام النشر وهذا تذكير بعناوينها محافظ عدن يدعو الى تكاتف الجميع لتوفير الخدمات للمواطنين واحتفاء رسمي وشعبي بقدومه مجزرة التواهي بعدا قبل عامين لن تسقط بالتقادم وحقوق الانسان تتوعد مرتكبيها بالعقاب العادل ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح تشن قصفا هستريا على احياء مكتظة بالسكان في تاعز وجمعية معاد تخرج 120 حافظا وحافظة بالقراءة السبع ختام النشر الى اللقاء اشتركوا في القناة